بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد في أمثال القرآن يذكر العلماء أنواع للأمثال في القرآن الكريم الشيخ من ناع القطان قسم أو جعل أمثال القرآن ثلاثة أنواع وهي الأمثال الصريحة والأمثال الكامنة والأمثال المرسلة فما المراد بكل نوع من هذه الأنواع وما مثاله هذا ما سنتناوله إن شاء الله في هذا الدرس نعود إلى الكتاب لنقرأ ما فيه ونعلق عليه بما تيسر ذكر رحمه الله في أنواع الأمثال ما يلي فقال الأمثال في القرآن ثلاثة أنواع الأمثال المصرحة أو الصريحة والأمثال الكامنة والأمثال المرسلة فالنوع الأول الأمثال المصرحة الأمثال المصرحة هي ما صرح فيها بلفظ المثل أو ما يدل على التشبيه مثل الكاف كأ أو مثل يعني ما ورد فيه ما يدل على المثل مثلهم كمثل أو أداة من أدوات التشبيه أداة التشبيه التي هي الكاف قال وهذه الأمثال كثيرة في القرآن الكريم وأورد منها مثالا أو مثالين علق عليهما لكننا سنذكرها الآن كأمثلة ثم نأتي بعد ذلك إلى نماذج من الأمثلة ونذكر بعض ما يؤخذ منها من فوائد مثلهم قال الله تعالى في تمثيل أو في بيان حال المنافقين مثلهم أي المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين إلى آخر الآية التي بعدها وهي إلى قول الله تعالى إن الله على كل شيء قدير في سورة البقلة طبعا نلاحظ في الآية الأولى مثلهم كمثل أن اللفظ صريح فيه مثلهم كمثل الآية الثانية أو كصيب من السماء فيه الكاف وهو من حروف التشبيه إذن هذا مثال صريح فبين الله سبحانه وتعالى حال المنافقين بضرب المثل الذي ذكره في هذه الآيات وبين المؤلف هذا المثل وما يدل عليه المراد به في هذه الآيات وذكر أيضا مثالا أو للأمثال المصرحة في سورة الرعد أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال فصرح هنا بلفظ المثل كذلك يضرب الله الأمثال طبعا تكلم المؤلف في هذا النوع عن هذين المثالين وشرحهما وبين المراد بهذين المثلين بما يحسن قراءته والرجوع إليه النوع الثاني من أنواع الأمثال هو ما أسماه وما أطلق عليه العلماء الأمثال الكامنة الأمثال الكامنة عرفوها بأنها التي لم يصرح فيها بلفظ التمثيل ولكنها تدل على معاني رائعة في إيجاز يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها ويمثلون لها يعني هي أمثال لم يذكر فيها التمثيل لم يصرح فيها بلفظ التمثيل طبعا يذكرون لهذا النوع من أمثلة سيأتي للتعليق على هذا النوع الأمثال الكامنة يعني أن المثال الذي يؤخذ من هذه الآيات كامن فيها لم يصرح فيه بلفظ المثل ولم يذكر المثل صراحة وإنما ذكر المثال الذي تضمن المثل يعني كأن هذه الآية وهذا المثال قد كمن فيه معنا مثل الأمثال السائدة والأمثال المعروفة فمثلا خير الأمور الوسط هذا مثل خير الأمور الوسط طبعا المراد بالأمثال هنا القول السائر المضروب لمعنى من المعاني خير الأمور الوسط يؤخذ أو يدل عليه أو يكمن في قول الله تعالى لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وفي قوله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط إذن كل هذه بمعنى خير الأمور الوسط طبعا هذه الآيات ليس فيها ذكر خير الأمور الوسط وإنما يكمن فيها هذا المعنى يكمن فيها هذا المعنى وما في معنى قولهم ليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة طبعا ليس الخبر كالمعاينة هذا ورد في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن قصة موسى عليه السلام لما أخبره الله تعالى بأن قومه اتخذوا العجل من بعده رجع إليهم فلما رجع ورآهم يعبدون العجل ألقى الألوح وغضب وألقى الألوح مع أنه يعلم سابقا بأنهم اتخذوا العجل ولكنه لما رأى الأمر وتبين له على حقيقته تفاجأ وغضب وألقى الألوح من شدة الغضب لما عاين فليس الخبر كالمعاينة يعني أن الخبر أقل من المعاينة يدل عليه قول الله تعالى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال أولم تؤمن قال بلى ولكن وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي هو آمن بالخبر أخبره الله فآمن لكنه أراد أن يطمئن قلبه وأن يزداد يقينه فطلب المعاينة ومعلوم أن المعاينة أقوى من الخبر وفي معنى قولهم كما تدين تدان من يعمل سوء يجز به وفي معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين قوله تعالى قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل هذا في معنى لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال أيها الإخوة في تسمية أو في جعل هذه الآيات من الأمثال يعني نوع من التساهل لأنها ليست أمثال حقيقة وإنما جمل لها معان تتوافق مع الأمثال المعروفة لذلك تحفظ بعض الباحثين على إدخال هذا النوع في الأمثال التي تضرب في القرآن الكريم ليس فيها المثل ولا التصريح به وليس فيها تشبيه وإنما هي جمل تحمل معان تتوافق مع أمثال معروفة فلا يقال بأن هذا من الأمثال لذلك ذكر هذا النوع في الأمثال فيه نوع من التساهل أو التوسع فليست من الأمثال التي تضرب في القرآن صراحة إلا على سبيل التوسع وهذه أدخالها العلماء وبعض الباحثين المعاصرين تحفظ على هذا النوع وذكر بأنه لا يدخل تحت الأمثال وعلى كل حال نحن نذكر ما ذكر المؤلف ونقول بأن تعليق من علق على هذا وعدم قبول هذا النوع في الأمثال له وجه وله حظ من النظر لأن الأمثال معروفة هي الأمثال التي فيها تصريح بالمثل أو فيها ما يدل على ذلك من أنواع التشبيه بأن يضرب شيء بشيء أو يذكر لفظ المثل المثل الذي هو داخل في الأمثال في القرآن الكريم بالتعريف الذي ذكرناه سابقا وهو تصوير المعنى المعقول في صورة محسوسة لها وقعها في النفس وتأثيرها على القلب والعقل النوع الثالث يسمونه أمثال مرسلة الأمثال المرسلة في القرآن هي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح بلفظ التشبيه فهي آيات جارية مجرى الأمثال في اللغة والأمثال في اللغة وعند أهل الأدب هي الأقوال السائرة لكن هذه الآيات جاءت بطريقة مختصرة كالمثل لأن من معاني المثل هو أن يكون مختصرا يعني يكون مختصرا فقالوا من أمثلة هذا النوع طبعا أمثلة كثيرة جدا الآن حصحص الحق ليس لها من دون الله كاشبة قضي الأمر الذي فيه تستفتيان أليس الصلح بقريب لكل نبأ مستقر ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قل كل يعمل على شاكلته وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم كل نفس بما كسبت رهينة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان كل نفس كل حزب بما لديهم فريحون ضعف الطالب والمطلوب لمثل هذا فليعمل العاملون هذا يدخل تحت النوع الذي ذكروا بأنه الأمثال المرسلة وعلى كل حال أيضا هذا النوع فيه نوع من التساهل لكنه يشبه الأمثال السائرة في الأدب وهي الأقوال التي لها فيها حكمة وتحمل معنا عظيما وسارت في الناس وتناقلوها ويضربون بها المثال فيما يقع من أحوال تشابه الحال الذي قيلت فيه ابتداء فهذه يمكن أن تكون مثل هذه الأمثال فتسمى الأمثال المرسلة هذا ما يتعلق بأنواع الأمثال كما ذكر المؤلف وكما وافقه غيره أيضا من الباحثين أمثال صريحة وأمثال كامنة وأمثال مرسلة طبعا الأمثال الكامنة تدخل في باب الاستنباط يعني أين تجد في القرآن مثلا التصريح بكذا أين تجد في القرآن أن خير الأمور الوسط أين تجد في القرآن أنه كما تدين تدان فيأخذ من الآيات ما يدل على هذه الأمثلة أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل خير وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين